موسيقى متتبعي قناة طيور تيفي أصعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوع حلقتنا اليوم سنتحدث فيه عن كيفية تربية كاتاكيت الدجاج اللاحم فالكاتاكيت تعتبر تربيتها من المشاريع المربحة والمفيدة طبعا إذا ربيت بالشكل الصحيح المبني على نصائح وإرشادات المختصين لذلك قررنا متتبعي قناتنا اليوم أن نقدم لكم مجموعة من الإجراءات التي يجب على كل مربي أن يتبعها عند رعايته لكاتاكيت في الأيام الأولى من أهمها تنظيف وتنطهر الحضيرة وتركها لعدة أيام أي ما بين 3 إلى 5 أيام ثم الاستعداد لاستقبال الكاتاكيت وشراء نشارة الخشب والأعلاف والتأكد من وجود المضادات الحيوية اللازمة للتحصين تخصيص مساحة من الحضيرة ويفضل الجزء الخلفي ووضع الفرشة وعليها نشارة الخشب مع مراعاة أن تكون الفرشة نظيفة خالية من الأجزاء الحادة وخالية من الرطوبة وضع حاجز من السلك على الفرشة وربطه جيدا على شكل ذائري تغطية مصادر الهواء بالستائر والحواجز لمنع مرور تيارات هواء وفي فصل الشتاء يجب تدفئة المكان قبل 24 ساعة من وصول الكاتاكيت يجب وضع الجرائد على الفرشة لمنع أكل الكاتاكيت لهاد الفرشة وكذلك تساعد على امتصاص الماء ملء المعالف قبل وصول الكاتاكيت وتستخدم المعالف الأرضية كما يجب تنظيفها وتطهرها قبل الاستخدام يجب ملء المصاقي بالماء النظيف وإضافة السكر ما بين 5 إلى 10 جرامات في اللتر الواحد في اليوم الأول والثاني من عمر الكاتاكيت يجب وضع المصاقي في وضع تبادل مع المعالف ثم تضاف المضادات الحيوية إلى ماء الشرب من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس وبالتنصيق مع الطبيب البيثاري يجب أن تكون المصاقي مرتفعة عن الأرض بخمس سنتيمترات حتى لا تتسبب في بلل الفرشة وبالتالي انتشار أمراض كالكوكسيدا يجب مراقبة الكاتاكيت بالسمرار وحمايتها من الحرارة والرطوبة الزائدة ورفع الحضانة إذا كانت درجة الحرارة زائدة توسيع الحاجز كل خمس إلى سبعة أيام حتى يناسب حجم الكاتاكيت يجب أن نرفع الحاجز بعد أسبوعين في الصيف وثلاثة في الشتاء يجب أن يتم الاستعانة بمصدر ضوء مناسب وتتم الإنارة لمدة 23 إلى 23.5 ساعة في اليوم ويتم استخدام لمبات عادية كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم نتمنى متتبعين أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة